من هو عبد الله بن جدعان؟ هو عبد الله بن جدعان بن عمر بن كعب بن سعد بن تيم يكن أبا زهير هو ابن عم عائشة الصديقة رضي الله عنها كان في ابتداء أمره صعلوكا فقيرا وكان مع ذلك شريرا لا يزال يجني الجنايات ويقطع الطريقة على المسافرين والتجار وينهب أموالهم ويسرق متاعهم فيعقل عنه أبوه أي يقدم الديات لمن قام بقطع الطرق عليهم وسرقتهم حتى أبغضته عشيرته ونفاه أبوه وطرده من بيته وحلف أن لا يؤيه أبدا لما أثقله من الغرم وحمله من الديات فخرج عبد الله بن جدعان في شعاب مكة حائرا يتمنى نزول الموت به دخل في شق جبل يرجو أن يكون فيه ما يقتله ليستريح ويريح فإذا بثعبان عظيم له عينان تتقدان كالصراجين فحمل عليه الثعبان فأفرج له فانساب عنه مستديرا بداره عندها بيت خطى خطوة أخرى فصعد به الثعبان وأقبل إليه كالسهم فأخرج له فانساب فوقع في نفسه أن هذا الصعبان مصنوع فأمسكه فإذا هو فعلا مصنوع من ذهب وعيناه يقوتتان فكسره وأخذ عينيه ودخل البيت فإذا جثث طوال على سرير لم يرى مثلهم طولا وعظما وعند رؤوسهم لوح من فضة فيه تاريخهم فإذا هم رجال من ملوك جرهم وآخرهم موتا الحارث ابن مضاد صاحب القرية الطويلة وإذا عليهم ثياب لا يمس منها شيء إلا انتفرك الهباء من طول الزمن قال ابن هشام كان اللوح من رخام وكان فيه أبو نفيلة ابن عبد المدان ابن خشرم ابن عبد الليل ابن جرهم ابن قحطان ابن هود نبي الله فيه عشت خمسمائة عام وقطعت غور الأرض باطنها وظاهرها في طلب الثروة والمجد والملك فلم يكن ذلك ينجيني من الموت وتحته مكتوب قد قطعت البلاد في طلب الثروة والمجد قالص الأثواب وسريت البلاد قفرا لقفر بقناتي وقوتي واكتسابي فأصاب الرضى سواد فؤادي بسهام من المنايا صعاب فأنقضت شرتي وأقصر جهلي واستراحت عواذلي من عتابي ودفعت السفات بالحلم لما نزل الشيب في محل الشباب صاحا هل رأيت أو سمعت براع رد في الضرع ما قرى في الحلاب